موسيقى فريق انتعنا الوطني لأقل من 17 سنة أعتقد بأنه قبل البلاء الحسن في كأس أفريقيا التي نظمت في الجزائر كانوا في مستوى الحدث على جميع الواجهات سواء من ناحية الانضباط وكانوا خير صفراء لبلدنا داخل الميدان لأنهم أعطوا كل ما عندهم من جهد لتشريف المغرب وتمثيل المغرب أحسن التمثيل اليوم هذه الدينامية التي تعرفها كرة القدم الوطنية النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة النصر الله منذ أكثر من عشر سنوات عندما قرر إنشاء أكاديمية محمد السادس وأشرف عليها شخصيا وتمويلها شخصيا اليوم نجني بعد طمارها تم شفتيه في المنتخب اللي كان في قطر منتخب الأول للعب النصري ولا تقنوتي ولا أناحي ولا نايف المنتوج الخالص لهذه الأكاديمية نجني بعد الطمار اليوم المستقبل سيكون أفضل سنجني طمارا أكبر بطبيعة الحال لازم أننا نواصل العمل على جميع المستوات أن تتضافر الجهود وأن نتجاوز الحسابات الضيقة حتى نكون في مستوى تطلعات ملكنا أولا ونكون في مستوى تطلعات الجماهير المغربي التي تستحق منا الفناء وكل العمل والجد والمثابرة الحمد لله على كل حال أهم حاجة هو المستوى المشرفة لقدموا اللاعبين لا على مستوى الكراوي ولا على مستوى الأخلاقي لأنه الأهداف كانت رياضية أكيد لكن كانت أيضا لتسويق صورة الإنسان المغربي والشاب المغربي ونظن أن المجموعة رغم الصغرية السن ديالة مرات رسائل قوية على مستوى الانضباط مستوى الروح الرياضية مستوى تقبل الخسارة أيضا في مباراة نهائية اللي كانت صعبة عليهم منها ناحية نفسية لكن نظن أن المحصلة تتعبر على الصحوة الكبيرة التي تعرفها الوطن ديالنا قيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله والإمكانيات الهائلة المرصودة أيضا المجهود الكبير ديال جامعة الملكة المغربية لكرة القادم قيادة الرئيس ديالنا سيفوزي القجاع وتنظن أن المنظومة الأيوم يعني في السكة الصحيح يجب على ربما المتداخلين كلهم أنه من خارطو يعني سواء من تأطير من أندية من عصاب من وسائل الإعلام أيضا أنه الكل يعني يجرف اتجاه واحد لأنه العجلة بدأت تدور ولكن لا أريد أن نكتع فيه وخصنا نكتع فيه ونستغلوا هذه النتائج لكينا شفنا ما حدثت يعني المشاركة المنتخب الوطني ديالنا يعني في مونديال قاتر والدفع الكبير اللي إعطات فنتمنى أن الجهود لا ترالونتيش وتكمل إن شاء الله في هذا الاتجاه أول حاجة كنشكره سيدنا الله ينصرو كنشكره السيد الرئيس على تشجيعات هذه الدجالهم كنشكرهم بزاف المؤترين جانا والحمد لله نحن فرحاني نباتي اللي قلت منه وإن شاء الله كيتسنانا ما زال الخير القتام إن شاء الله